ضعيها قبل الشوار طريقة كراط عجينة السكر الكورية اللي محاربة التجايد وتقشير الجسم باكملة وتفتيحه من اول مرة ايوه زي ما بقولك هي دي اللي هتخليكي دايما عروسة وكأن انت عندك عشرين سنة صالوا على رسول الله ولو اول مرة تشوفوني انا مضخ مامة سولى اسراء فاتحة سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد اول حاجة كده هتجيبي طبق وهنحط فيه المتكوني الاساسي وهو السكر وهنا انا هستخدم ملعقة كبيرة من السكر على ملعقة كبيرة من جوز الهند يبقى سكر وجوز هند وهنقلب كويس جدا سهلة وبسيطة كل بنوتة وكل ستة كبيرة في السن اعملوها هتدعو لي بعد كده هتجيبي زيت جونسون او اي زيت مرتب عندك بس تكون ريحته حلوة واستخدمي ملعقتين كبار واخليتي بقى السكر مع جوز الهند في المرحلة دي هتجيب المكون السحري وهو الجيلسترين وده هيخلي جسمك في حتة تانية خالص كل نوعمة اخليتي بقى الجيلسترين مع بقية المكونات كلها بالطريقة دي صلى على رسول الله واكتبولي في الكومنتات انتو بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة في المرحلة دي هتجيبي اي معطر جسم عندك او اي شور وهتبدأي كده ان انت تستخدمي ملعقتين كبار من الشور اللي انت بتستخدميه اللي بقى كل المكونات مع بعض في المرحلة دي هتجيبي اي لون عندك وهتستخدمي نقطة واحدة ولو بودر هتستخدمي ربع ملعقة فقط لا غير اللي بقى اللون مع بقية المكونات كلها بالطريقة دي اوعي تاني تشتريها منبرة بعد الفيديو ده اعمليها في البيت الجودة اعلى ورحتها فاضيعة وبتفضل كده رحتها على الجسم زائد بقى ان هي بتدي نتيجة غير طبيعية في المرحلة دي هتجيبي النشا وهنا انا استخدمت 3 او 4 ملاعق من النشا اخليتي بقى النشا مع كل المكونات لمدة 5 دقايق كده لحد ما تديكي عجينة يعني نقدر نقول متمسكة بالشكل ده بعد كده هتجيبي طبق تاني يكون فيه السكر وهنبدأ بقى ناخد من الطبق الاولاني ونعملها كور كده بالمناسبة الكورة هتقعد معاكي الشاور كامل يعني انتي لو عملتي اربع كور هيعودوا معاكي اربع مرات هتبدأ كده ان انتي تقوريها بالشكل ده تقدري بقى تعملي بالسبع كور وتشيليهم براحتك هي كده كده كل ما بتقعد كل ما بتبقى احلى واحلى كمان طريقة الحفز فين؟ جوة التلاجة بتلب فيها فرق زبدة وتشيليها جوة التلاجة تاخد الكورة كده وتبدأ انتي تغلي فيها كويس جدا بحبيبات السكر يلا اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس بسرعة واصلوني للمليوم مشترك واقعوا تنسوا تصالوا على رسول الله علشان ناخد السواب والحسنات السوا اعمل بقية الكمية كلها بنفس الطريقة قوريها الكور وبعد كده غلي فيها كويس جدا وغرقيها بحبيبات السكر بالشكل ده اصلا ريحتها وانا بعملها خطيرة ريحتها حلوة جدا بالمسحة كده عاملة زي النوجة بجد رهيبة انتو عارفين يا لو ما فيها الشوار انا كنت كلتها بجد رهيبة فانتي بقى كمان هتغرقيها كده بحبيبات السكر وتعالى هم اقول لك تستخدميها ازاي اول ما بتيجي تاخدي شوار يعني بتبلي جسمك كده بالمية الدافية وتدعكي جسمك كويس جدا وبعد كده بتجيب الكورة من ديت وتمشيها على جسمك لازم الجسم يكون مبلول لازم البشرة او الوش او المنطقة اللي هتستخدميها فيها هي تستخدم الجسم باكمل وحتى الوش بس لازم يكون مبلول بالمية تبدأي كده ايه بقى ان انتي تمشيها بالشكل ده انا اداية اصلا ما كانتش فيها مية ولكن بقى تخيالي لو جسمك في مية هتدوب كده على جسمك وتبدأي بقى كده في حرقات دائرية كده تدليكي جسمك بخليط ده او بالقناع اللي طالع من الكورة بتاعة السكر بص بقى الستي اخسيري جسمك ودعيلي نعومة وريحة ترتيب تعطير رهيب كل طبقات الجلد الميتة هتتشال من اول مرة هتلاقي جسمك كده فضيع تفتيح رهيب من اول مرة حتى المناطق الغام المناطق الحساسة للوش بص بقى توحيد للون البشرة بجده هيخلي بشرتك كأنك بيبي لسه مولود زائد بقى ان هي رهيبة يا جماعة في محاربة علامات الشيخوخة او التقدم في السن رهيبة في محاربة التجعيد يعني اصلا قولي ودعا للتجعيد اعمليها واجربيها وقوليلي رأيك بكل صراحة في الكومنتات واشوفكم على خير والسلام عليكم